كالمستجير من الرمضاء بالنار هذا هو حال المواطن العراقي الذي يضطر إلى الذهاب للمستشفى وبدلا من أن يتلقى العلاج اللازم تتضاعف معاناته عبر مجموعة من المعوقات التي قد تزيد من آلامه بدلا من أن تشفيها أنا أخوي جبت هنا للمستشفى ماكو عنايات أخوي منتولي عالقوله ما غذوا ماوتو هنا مرتين وثلاثة داخل الجريح مال انفجارات أدخلي يقفحصوني قالوا ميت وصلوا إلى الذلاجة قالوا شو ما بي يجر النفس كل شو ما بي أرجع للدكتور يقل لي ميت هذا ميت أرجع ودي للذلاجة ألقاه عدم دكاتر خصائها نايمة نايمة يخابرونهم يقولون لهم تعالوا والله بعد وقت ما عدنا شي الجريح يجي هنا يتعذب 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 لحد ما يموت وتكشف إفادات العديد من المواطنين عن سوء المعاملة التي يتلقونها في المستشفيات الحكومية وغياب الرعاية اللازمة فضلا عن إهمال الحالات الطارئة التي قد تصل إلى فقدان حياتهم أنا بس أردت أسأل إذا أنت بنصب أغداد بنصب العاصمة زين ما متوفردك أبسط الأمور زين أقول كيف الأطراف شون حال الأطراف الله يكونوا بحوانهم الله يساعدهم زين يعني شون هذا يتمرضناك يفتاس يموت ولا يقتصر الأمر على قلة الاهتمام بالمرضى بل يتعداه إلى الافتقار إلى الكثير من الأساسيات التي ينبغي توفرها في المستشفيات كالأدوية والتحاليل اللازمة لعلاج المرضى وهو ما يعزوه العراقيون إلى الفساد الذي استشرى في كل مؤسسات الدولة ومرافقها هيا يحتاجها هيا أي مستشفى تحتاجها علاج ودكاترا بهم حظ وكون هنا 24 ساعة مو الله عافل المستشفى مننا وراح أفتح العيادة مال 9 ساعة و12 الظهر طب هنا شوفوا السديات كلهم كنت سارا شيل للنفراشات من يجي هنا فتحالة انت هنا واقفها وشوف الحال شوفوا السدية شوفوا العربانات وينها يعني فتحال مأسات مأسات هاي أسعاف هات سالاتريت هات تطلع تقريبا يموت المواطن وأسوة ببقية مناح الحياة في العراق يبدو أن النظام الصحي بات على شفى الانهيار في ظل المستوى المتردي الذي وصل إليه الأمر الذي يمثل جرس انذار آخر لخطر بات يهدد العراقيين عوضا عن أن يكون ملاذا لإنقاذ حياتهم